عقد صالون تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ناقشت الجلسة ملف الاستثمار المحلي والأجنبية وتناولت عدة محورة من أبرزها تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات والمعوقات التي توجه الاستثمار تركيز كل الحوار ازاي نوصل الطمأنينة للمستثمار سواء المحلي أو الأجنبي انه يبدأ فعلا الاطمئنان الى بدء العمل وان السوق مؤهل لاستقبال كل المستثمارين بشكل فعال فهذا اهم مدار وعلى هذا الاساس احنا هنبدأ خطة عمل ورش متكاملة لتفعيل هذه القرارات احنا عندنا المستثمر بيمر برحلات من اول ما كانت فكر عنده او بنعمل عملية جذب للمستثمر هنا لغاية ما يحصل عفوا ان تخارب او يستمر معنا كل مرحلة في مصر ليها وزارات معنية ليها هيئات معنية اعتبريها عبارة عن سلسلة من الحلقات ودائما بتقوص كوت السلسلة بأضعف حلقاتها احنا عندنا حلقات ضعيفة ولما نقول عندنا حلقات ضعيفة ده ما يزعلش حد طبيعي جدا اذا كنا احنا مستهدفين نحسن نقول كم وكيف الاستثمار في مصر في الفترة القادمة احنا حققنا 8 او 9 من 10 مليار دولار صافي استثمارات اجنبية مباشرة دي اركم كويسة احسن حاجة تكلمنا فيها كانت ان احنا حطين توصياتنا وحطين معاها كمان الالية التنفيذ يعني لو المكترحات بتاعتنا كلها بصيتي عليها مكتوبة حتى الالية التنفيذ ومين اللي يقدر ينفزها فدي كانت حاجة فالد جدا ان انا مش بس 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 لحطة الحالة بتاعها وبقول عندي ايه في الحل نسبة للتوصيات كانت اول توصيات كنبنا فيها او اول حاجة كنا بدء تنفيذ الكرات السادرة عن المجلس الاعلى للتنفيذ الاستثمار لان اعقد مؤخرا برئاسة سيد الرئيسي جمهورية لو احنا قدرنا ننفز الكرات دي فعلا دي هتين قرى الاستثمار في مصر في نقلة نوعية كبيرة جدا المترجم للقناة